بنفس jail تحديث للمكانazi إذا كنت تسبي يأتونيي تتعديل فع Pain K upon 매� توجد ايضا جسيل ايضا ينسل Ask a woman لا يكون ان بأس صديقي ان تكررون المخارجين ولا يستطيع ان تكون خطوة صديقي ايضا سالينا , أنا استطيع المهم لكن الأوضاء لم تقرر سواء الأمور والايت ومن يعرف اللعبة لكن لا يكون حقا يملك سالينا يمكنك ان تفهم بrei وسبحوا اللعبة يعطي ان تكلم بالضغط كنتم لا تعرفين ما هي سبان بالملايين في انستغرام لأنني أعلم أنني أتعلم لماذا سنعتقد؟ ولكن لدينا الضغط لدينا سبان 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار كما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم نتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تقولوا دائما الله أحفظت البلاد هذه من كل شر إذا إخواني الأخوات كيفما لحتوا في عنوان هذا الفيديو ففي هذا الفيديو سنطرق المستجدات الجديدة في قضية دنيا باطمة وأيضا في قضية التشنج اللي حاصل ما بين فاتح جمالي واللاعب المغربي حكيم زياش وكيفما لحتوا إخواني أخواتي في مقدمة هذا الفيديو كانت هذه يعني مايا الراقة المعروفة مايا اللي خرجت وعبرت على الرأي دياله مهما قالت هذا رأي رأي بخصوص هذه النازلة ففي هذا الموضوع إخواني أخواتي قبل ما أننا نمشيوا يعني الشيق الثاني المتعلق بقضية الدنيا باطمة فهذه النقطة فكيفما لحتوا إخواني أخواتي كانت هذه مايا خرجت عبرات على وحد الرأي رأي كيخصها في قضية ديال زياش مع فاتح جمالي رأي لكن هذا الرأي هذا رأي لا علاقة له بالحادث بالصفاء كلية لماذا هذا الرأي دياله هو هدف دياله باش أنه يعني تديره حد الجلابة وأنه كثير الانتباه ماشي من أجل أن نتعبر على الرأي علاش؟ لأنه صاحبة الحادث اللي هي فاتح جمالي خرجت أعتادرات فهمت حجم الخطأ اللي ارتاكبت فهمت بأنه هي فوتيف هي معرفاتش على رأسها وهو معرفهاش يعني الأمور شرحناها سلفا إخواني أخواتي أعتادرات على هذا الأمر هذا واللعب حتى هو يعني فهم بأن هذه المشكلة تعطاه كثير من حجمه وحتى هو يعني هبط الريتم وما بقاتش ديك الأمور ولكن باش تخرج وحده بحل مايا وتبدأ تقول بأنه كون كانت في بلاست فاتح جمالي كانت تغدير صبعة فودنا وتبدأ تغوت إذا انتي بغت تلسقي واحد تسيد إذا انتي بغت لوحي باطل على واحد تسيد إذا انتي لو كان قاعدو اللي في حالك دارو بحل ما تشي اللي قلتي إذا زياج كان وغد يتورط هذه الثانوات لأن أي وحدة ستتطلق معه ستدير له مصيبة ستورطف مشكلة ستسقق هذا هو التفسير الواضح يعني أي وحدة دابة تمشي احده لاعب وتتوشيه وتبدأ تغوت إذا كان هو كيف ما قلتي ما منحقوش أنه يقول لي هذيك الكلمة هي ما منحقاش شده من إيدو ما منحقاش قاعد تهضر معاه هذاك وقت خاص كيعيش فيه هو الحرية الخاصة ما خطش شي حد قاعي يهضر معاه إذا لمشينا به هاد العقلية يعني المتحجرة باش كتتكلم هاد مايا هاد الرقيسة يعني اللي خرجتنا بهذا الفكر واللي منذ أيام يعني كان دار داك الحوار مع محمد بن الباشير في الميلة في المرتبط بحمزة مون بيبي فالصورة واضحة إخواني إخواتي هذا رأيي الهدف دياله هو أنها تتير الانتباه وأنها تدخل على الخط وأنها تحدى بحض الناصيب من الاهتمام على السوشيال ميديا لكن للأسف الشديد ماشي هي هذه الطريقة وماشي هو هذه الوسيلة باش أنك يتلفتي الانتباه على حساب يعني نشر فكر بحل ما يتشكل فكيف ما قلت إخواني إخواتي هذا الكلام هذا كي يخلي أن أي وحدة سادجة أو لأي واحد سادج لأن الأمر يا هم طرفين ينضح تاوى ويلسق وحد السيدة في النانا ويخلق معها مشكيل من صناعته باش أنه يلسق وفقط كذلك والمثال وحدات نوض وتلسق وحد اللاعب وتدير له وحد شوها بدون سبب وجيه فقط لأنها أنتا ولأنها القوانين المساواة وهذه الأمور المساواة من أجل أن نحترم بعضنا فقط دولة هدف الأسماء دي المساواة وأننا يعني نعيش بتوازي وباحترام باش نكملوا بعضياتنا لأننا أساس الحياة الأنتا والذكر أساس هذا الوجود الله سبحانه وتعالى رزق هذا المخلوق وهو الإنسان رزقه بالعقل ميز على باقي الحيوانات على باقي المخلوقات لهذا فأخصنا نسموه بالعقول لأننا ونتجاوزوا بحال مها التصرفات الصيبيانية ونمشيوا إخواني أخواتي إلى النقطة الثانية واللي عندها علاقة بقضية دونيا باطمة هاد القضية إخواني أخواتي وبالضبط في الشيق المرتبط بالمطعم اللي تم افتتاحه من طرف صاحب هاد المطعم ليو حمز الفليالي واللي كينا أنباء تقول بأن دونيا باطمة عندها واحد من ناصيب في هاد المطعم فكينا معلومات إخواني أخواتي بأن حجيب يعني حجيب كيفضح هاد الأمر هاد وكيتكلم على أنه يعني ربما كينا مبالغ اللي كانوا يعني وعدوهم بها على أساس أنهم غدين نشطوا حفل الافتتاح بحكم أن حجيب ودونيا باطمة تحطوا في إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم غدين يكونوا هما اللي غدين ينشطوا هاد الحفل فحجيب كينا معلومات اللي كتفيد بأنه وربما تكلم في هاد السادات هاد وتكلم على هاد الأضرار المادية اللي لحقاته نتيجة خسارته لهاد الحفل اللي مخسروش بسبب كتعلق به وإنما بسبب أن الحفل أصلا تلغى حفل الافتتاح فأمر يعني اللي اللي فتحه يمكن حاجيب وفضح أو الكشف حتى على المبالغ المالية ديالتداكير ديالدخول فهاد المسألة إخواني أخواتي كيفما قتعرفوا أمر فيه غموط غموط لأنه ما زال ما وضحتش الصورة بخصوص آآ علاقة دنيا باطمة بهاد المطعم من جهة يعني واش كتسال في هاد المطعم واش عندها نصيب واش فعلا دنيا باطمة متورطة في هاد الشي في هاد الكلام اللي قال حاجيب واللي قالوا قاع الفنانين واللي كانوا يعني قاع الفنانين يعني بغين يحضروا لهذا الحفل وموعدينهم بأنهم عندهم كونترادات أو لا عقود واش دنيا باطمة داخلة في ملف جديد يمكن عنده علاقة بهذا الأمر هذا فربما إلا تبين بأن دنيا باطمة لها يد أو لنصيب أو لكتسال شي حاجة في الشركة أو في هاد المطعم إذن فحنا أمام واحد المجموعة أخرى ربما غاد يطالب قضائيا بالرزق ديالها اللي موصل لاش من دنيا باطمة يعني كغيرار يعني باقي الأشخاص الآخرين اللي كيقولوا بأن دنيا باطمة نصبات عليهم إلى هنا إخواني أخواتي جيت الختام ديالذ الفيديو ختاماً كانت مننا لكم تمام الصحة والعافية والله احفظت البلاد هذه من كل شهر وخير الختام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته